أضحى من نور من والندى من فيض من أضحى من نور من والندى من فيض من سبحت لله في العش الطيور ترسل السلام عليكم ورحمة الله ازايكم وعملين ايه يا رب تكونوا كلكم بخير فقطة مسحة واحسن حير يا رب الله مأمين وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات والنهاردة جاهلكم فيديو جديد وروتين جديد فيديو كده رمضاني من اول والاخر بتكتبوا لي في الكومنتات تميرو فينك بقليك كتير قوي ما زورتش روتين في المطبخ بتاعك وحشن المطبخ بتاعك بصوا النهاردة هزهقكم مطبخ بتاعك النهاردة اليوم من اول والاخر وكله في المطبخ كده بصوا بقى هنعمل مع بعض يعني شغل فاخر من اخر اول حاجة بس انا عملتها قبل ما نبدأ الفيديو طبعا حتي لايك ولو لسه اول مرة بتشوفيني ومش مشتركة معاي في القناة طبعا تنوريني بالاشتراك من علامة اشتراك تحت باللون الحمر وكمان فعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد وتشوفيني على طوب اول حاجة بقى عملتها اه انا كنت نقع الغلة دي من بالليل وسحية الصبح عايزة اقول لكم بقى يا جماعة انا صحية ستة صباحا متخيلين مش صحية انا ما نمزش اصلا انا مطبقة علشان اعرف اعمل اكل شفتوا الموضوع وصل لفين المهم اول ما يزال نام انا قمت كده كان عندي شوية حاجات بره في الريسيبشن خلصتها وشطبتها وهنا بقى كده دخلت على بعد الدهر وقلت هعمل الفطار بتاعي عايزة اقول لكم بقى الفراغ دي انا كنت مطلعها تفك طبعا وانا شغيلة وكنت كمان مطلعة لحمة علشان هعمل جلاش باللحمة المفرومة وكنت كده مطلعة لحاجة اللي انا هستخدمها كلها قلت تفك عابل ما خلص كل راي الفراغ دي عندي كانت موجودة في الفريزر كانت مخصولة ومتنظفة وكل حاجة وكانت زي الفول بس انا علشان ما كنتش عارفة انا هستخدمها في ايه فما كنتش متبلاها يعني اي تدبيلة ستبتها كده زي ما هي طبعا لما فكت نزلت كده شوية يعني اللون بتاعها غير فاخدتها غسلتها تاني هخسلها دلوقتي معكم انا بس كده بقى اطحة علشان التدبيلة اللي انا هعملها بيها يعني مش محتاجة ان انا الورك يبقى سليمة على بعض ولا صدر سليمة على بعض ولا علشان ما تاخدش وقت خالص في التسوية وتشرب كمان معي بالتدبيلة بكل سهولة يعني حطيت ملح وحطيتين للمون زي كده تاني مرة انا بخسلها فيها وطبعا مايفضلش ان الحاجة لما تطلع من الفريزر تتفك تاني او تتغسل تاني فعلشان كده بنشيل الحاجة يعني متبلا لما بتشيل حاجة في الفريزر يعني بيفضل تكون متبلا انما انا علشان هي ما كانش متبلا ولا حاجة فعشان كده غسلتها تاني اه لما بتكون عندي متبلا تدبيلة البصل والفلفل البصمور دي بروحها جاية مطلعها على الحل على طول اه يعني بتفك في الشربة بتاعتها المهم هنا كده جبت الخلطة بتاعت شيفي دي دي اه الخلطة بتاعت الفريخ التكة هو مكتوب عليها انا كنت بحاول اوري لكم هاني هو مكتوب عليها ان هي بتتفك على كبات مية وربع كبات زيت بس انا صراحة ما اقتنعتش خلص بالكلام المكتوب على الظهر بتاع الخلطة دي فقلت انا هكده بقى هدبيلها مع نفسي يعني هوادي التدبيلة في حتة تانية حطيت علبة من الزبادي اللي هو الزبادي الجاهز ده حطيت عليهم عصرة لمون وحطيت كده شوية زيت وهتشوفه بقتي كمان هحط يعني نص معلقة خل قلت انا بصراحة يعني لو حطيتها في المية التدبيلة مش هتمسك في الفريخ فكده مش هيبقى فيه طعم ومش هتبقى مش هتبقى حلوة ما اقتنعتش بصراحة وكمان حطيت الزبادي لسببين اول سبب زي ما قلتلكم علشان التدبيلة تمسك في الفريخ تاني سبب علشان انا معي سدر في الفريخ اللي انا مقطعها دي فاضطر للسدر عندي وتخليه طعمه حلو حطيت لها كمان رشة من الفلفل اللي اسوى تبصوه هو مكتوب عليها اصلا ان الجيس يتفكى في المية والزيت فقط وتستخدم بقى سواءها تتشوى او تتقلى بس كده بس انا عملت حاجات تانية خالص المهم يعني اللي لما عملتها والله طلع طعمها بجدة وحفا انا متا ما بحبش الخلطات بتاعت شيفي كنت جايباهم بالغلط كده يعني جربت من عندهم قبل كده الحواوشي وعايز اقول لكم بواز لي الحواوشي يعني وناس كتير بعد كده لما كنت قلت لكم في الكمنتات قلت لي فعلا ان الخلطات بتاعتها مش حلوة بس سبحان الله الخلطة زينة جربتها وعجبتني يعني بس بالطريقة اللي انا عملتها يمكن بقى علشان انا كده شغلت دماغي فيها شوية اه فطلعت حلوة هنا بقى كده تبلتها وسبتها من هنا بقى الحاية دمهاجة هعملها سعة الفطار لحد ما هسويها يعني انا اه مش هحطها على البتاجيز ولا حاجة انا هدخلها في صانية وحطها في الفور بمناسبة بقى الوجبات بتاعت الاطفال في الفيديو اللي فات قلت لكم لو حبينا شارك معكم قلت لي او يا ريت الحاجة اللي انا عملتها ان انا حطيت البليلة او اللي هي الغلة دي حطيتها على النار تتسلق تمام اه انا بعمل كمية ليومين او تلاتة اه وطبعا مش كل يوم انا بأكل يزن الغلة دي هو اصلا يعني ايه ملوش تقول عليها او عمتا هو لسه بيبي صغير فبدخله الاكل واحدة واحدة يعني بياخد معلقتين تلاتة بكتير وطبعا مش بتديله المعلقة كاملة انت عمان بتديله بقى المعلقة الصغيرة بتاعت الطبق بتاعه دي فبتلاقي نفسك يعني واكل معلقتين تلاتة فده كويس جدا المهم ان هو يبدأ الاكل يدخل لهم اه جبت بقى هنا كده المكسرات دي انا المفروض كنت حمصتها على النار الاول بس انا بصراحة ضربتها كده في الكبة على طول وشلتها حبيت اضربها في الكبة هي الاول لان انا الكبة دلوقتي هضرب فيها بصل وكده فقلت علشان ما رجعش اناشفها وترجع تطري عند المكسرات هي كده كده فيها الزيوت فبتبقى طرية شوية وطبعا علشان مش متعرضة للنور هي كان في منها اللي هو متحمص وفي منها لأ مهم انا حطيت كده شوية من كل حاجة صغيرة وضربتهم وخلتهم في العلبة دول بستخدمهم لو بقى في ايه بحط على شوية بليلة كده زي ما انتوا شايفين طبعا السكر والملح ممنوع يدخل للاطفال قبل السنة والعسل عسل النحل ممنوع منعا بتا قبل سنة تمام انا كل اللي انا عملته في البليلة دي ان انا زودت لها الكيس بس فانيليا بيديها كده ريحة حلوة يعني وكمان بيخلي طعمها احلى شوية طبعا هو بيبقى الفانيليا مسكرة بس السكر يعني لا يسكر لان هو كيس صغير خالص على الكمية دي كلها بحطها في التلاجة وباخد منها طيب لو حابين تعملوا كميات كبيرة بقى بتحطيها في الفريزر وتقسميها كده في اكاس شبه اكاس الفول كده وتطلعيها تفك على طول بقى في اللبن بتاعك او كده الاطفال برضو مش بيدخلوهم اللبن اللي هو البلدي ده قبل برضو السنة فبعملها ازاي بقى علشان انا مش هكمل معاكم وصفة الفطار بتاعته للاخر لاني دخلت في الغداء باخد شوية كده بليلة ازاي ما هم كده من الحلب بروح جاي اغضيهم في الكبة وفرماهم بس بشوية مية دافية او شوية مية مغلية يعني واروح جاي ضربوهم كده في الكبة يا دو باكتلف معايا لفتين في الكبة انتوا هتلاقوها معاكم خلاص القوام بتاعها بقى زي قوام كده الخضار لما بتهرسي او اي حاجة وبرشروا بقى عليهم رشة قرفة ورشة المكسرات دي وبقى اللبنون كويس وببدأ ان انا اكلها له دي بتكون الوجبة بتاعت مثلا الفطار بالليل ممكن بتديله نص مزايا او ربع مزايا على حسب طبعا الكميات اللي انتوا بتأكلوا بقى لكم وقت قد ايه والكمية اللي البيبي محتاجها هو متقبل منك ولا لأ المفروض وجبة نص اليوم دي تكون بروتين بس انا علشان اكون صريحة معاكم انا مدخلتش ليزا لسه بروتين مباشر ممكن اديله صفار بيدة او حاجة وكمان هو مش بياخدها كاملة يعني انما كبروتين لحمة وفرخ بصراحة يعني لسه حاسة ان هو مش متقبله شوية لان يزا معدته حساسة قوي المهم كمان اصلا مش بياخد الثلاث وجبات بتغوه في اليوم هو ممكن بياخد وجبة او وجبتين فطار وعشة او ساعات ممكن فطار بس وساعات عشة بس على حسب يعني الوضع بتاعنا في اليوم بيكون عامل ازاي المهم برضو هبقى شارك معاكم وصفات تانية لو حابين وصفات تحضير بقى فطار فطار مثلا او وعشة كده وجبة بروتين او حاجة كده هبقى شاركها معاكم بالتفصيل فيكون بقى فيديو تاني يعني الدنيا معايا يعني فيه مساحة في الفيديو انا عملت العصاج بتاع اللحمة بتاع صنية الجلاش تمام وشوفتوني كنت جهزت الفراخ وخلاص سبتها في التلاجة كل ده تشرب من التدبيلة العصاج محطيتش فيه اي حاجة غير انا حطيت بصلايا بس كده في معلقة زيت على النار اول ما اخدت اللون الاصفر ونزلت عندي باللحمة وبعد كده حطت لها ملحة فلفل اسود حاجة وسيطة خالص من السبع بهارات واحدتين من ورق اللوري بتحبي تحطي حبهان بتحبي تحطي مستيكا براحتك على حسب الطعم اللي انت بتحبي اعمليها انا كنت بحط جهزت بس طبعا يعني بيقول ان هي حرام فانا مش عارفة صراحة يعني مش متأكدة من معلومة فقلت يعني طالما حاجة فيها شكوك او حاجة فيها كلام كتير فيها اختلاف يعني فبليش خالص لما كنت بحطها انا ما كنتش اعرف على فكرة المهم اكتبوا لي بردو يعني ولا انا بقولوا ده صحة ولا غلص لانا لما حطيتها في ناس في الكومنتات كتبت لي فمش عارفة بصراحة مش متأكدة من معلومة خلاص شوقت بقى اللحمة وسبتها كده وغطيت عليها خالص وسبتها على النار على نارها دي يعني تستوي فيها وبعد كده طبعا لازم بتكون متغطية غطيتها وروحت جاية بقى هنا بعمل الجلاش الجلاش ده اللي هو بتاع الفرن مش المعلب يعني اللي هو بيبقى طوزة ده وجبت بقى هنا عندي سمنة على زيت كده وبدأت بقى اعمل الطبقات بتاعة الجلاش دي وعلى فكرة دي يعني احسن طريقة للجلاش تقريبا انا بعملها جربت طرق كتير تانية ان احنا محط قشطة على سمنة على لبن على مش عارف اونت دي كل طبقة الكلام ده مرتحت اشتراح حسيت كده احسن خلصت بقى كده عندي الطبقات وفي النص حطيت اللحمة وبعد كده بقى هقطع الوش ده وهسيبها دلوقتي علشان كان لسه شوية حلوين على الفطار فقلت هجاهز حاجة تانية بس كانت لازم تتغلف علشان الجلاش عندي ما ينشفش كده وطعمه ما يبقاش حلو يعني طبعا هو الجلاش ما كانش معايا خلاص على كده هو انا كنت لسه هعمله هشربه اللبن والبيض اللي انا بعملهم له دول وكنت كمان لسه هعمله الوش بتاعه انا بعمله جلاش وش بدي بقى حلو جدا جدا تعمه حلو قوي مميز على الصفرة بتاعة رمضان في العزمات ففي الايام العادية بصوا باي وقت انا بحب الجلاش وباي حشوة ممكن نعمله حشوات جبنة ممكن تعملي ميكس جبن مشكلة عندك تلمي كل الجبن اللي في التلاجة وتحطيها فيه عندك برضو بسترمة حطي بصوا من احسن الحاجات اللي ممكن تعملوها هو الجلاش وصفة نكحة جدا ومفهوش يعني بصوا تركات كتير وحلو وبيكون يعني تقريبا كل الناس بتحبوه ما بيكونش فيه اختلاف كتير يعني الناس مش بتختلف علي فلو عندك عزم او حاجة على طول اول حاجة فكري بيه اقول ليش وبعد كده بقى فكري هتعمل ايه انا طبعا ما كانش عندي عزم او حاجة انا كنت عازمة جوزي بس كده على اكل ومطاعم في البيت قلت كده عملو بقى يعني تغيير بقى عن الخلاص اول كم يوم رمضان دول قدناهم طبيخ ومحيشي ومش عارفة واصناف كده الكتير اللي هي بتاعة الاكل تسئيل ده فحبيت صراحة نغير كده في الاكل شوية وفاجئته والله العظيم بسه بقى مبهر مبهر بالاكل اللي انا عملته ده الاكل طالع الحمد لله يعني طالع خفيف وطالع حلو كده وطالع بسه كان يعني من احسن الاكلات اللي انا بحب اعملها على فكرة الاكل اللي هو كله يتحط في طبق واحد ده هو او بياخد مجهود وبيتعمل يعني بياخد مجهود زي اي اكل تاني بس في الاخر كده تلاقي نفسك حط الاكل كله كده في طبق واحد لكنك قاعدة في مطعم بالزبط فيبقى حلوة قوي بصراحة هنا بقى هعمل صراحة الدقوس بصوا الطريقة دي الطريقة الاصرياليها بس هي نقصها حاجة واحدة بس الكوزبرة الخضرة انا مكنش عندي اجيش قالك تصرف طبعا تصرفت اه جبت هنا طماطمتين حطتهم في ميا مغلية وسبتهم مغلتهم شعنور انا حطتهم في ميا مغلية وغطيت البولا وسبتهم لحد ما خلص كده للحاجات اللي كنت بعملها جيت بقى قلت هعمل الصلاة حطت عليهم فصين طوم وحطت كمان ارنين فلفل واحد بارد وواحد حامي ولو ما بتحبيش الحامي خالص ما تحطيش بس هي اصلا الاساس فيها ان هي تبقى كده مش هتشطة شوية وحطيت بقى هناك كده كسبرة نشفة وحطيت كمان كمون وهحط الرشة بسيطة خالص من الفلفل الاسود اه ودوقتي كمان هحط شوية خل وبعد كده هحط لمونة وهضربهم اه في الكبة وكده الصلاة هتبقى جاهزة بصوا الصلاة دي من احلى الصلاة بجد اللي كمان بتتقدم بقى مع الرز البسمتي البخيري اي نوع رز بسمتي بحطي معها الصلاة دي مش هتقول لا الاكلة دي على فكرة اللي انا بتحط جنبها مايونيز او ممكن كمان الصلاة بتاعت التومية الحاجات دي بس انا حبيت صراحة حط جنبها صلاة الدقوس بحبها قوي قوي جنب الرز ده اه بحس ان هي بتبلع الاكل كده وكمان بتفتح النفس اه انا حاسيت ان القرنت بتاع الفلفل اللي انا كنت حطهه ما كانش حمي اول فزودت شوية شطه كده على وش وحطيت كمان شريحة لمون كده ما كانش عندي حاجة زائن بيها عادي يعني ورحت جاية حطها في التلاجة بقى لحد ما نيجي اه لوقت الفطار جبت بقى هنا كده الخضار بتاعي هعمل الخضار سوتي بس طبعا يعني مش دي طريقة الاصلية بتاعته هو مفروض بيتعامل في حل حلت بخار بس انا ما كانش عندي حلت بخار فبرضو هتصرف وهعمله عادي على النار وهيطلع طعمه حلوة اوي على فكرة اه برضو من الحاجات الصحية والمفيدة جدا وللمفروض ندخلها في الاكل كتير على فكرة هو الخضار كده بدون توابل كتير وبدون بخارات كتير يعني ايه تاخد فايدة الخضار اكتر اه كمان بيكون فيه الياف حلوة اوي فبيساعد برضو ان ننتي على الهضم علشان الناس اللي عندها عصر هضم والمشاكل برضو بتاعت الصيام ان احنا بناكل ناكل وبعد كده بتحسه بعطش كتير وتحسه كده فألم في المعدة وكده ده ساعات برضو بيبقى اذبه عصر هضم فالخضار فيه الياف كتير اوي دخلوه في الاكل بكل انواعه وحاولوا تستفادوا منه يمكن هو كمان يعني افيد من الفراخ واللحمة الكيمة بتاعته الغذائية عالية جدا يعني وكلما كان فيه تنوع في الخضار كلما برضو كان فيه تنوع في الكيمة الغذائية وتغذي منها اكبر استفادة هنا كده خلاص انا كنت قطعت كوسة وجزر وكنت قطعت بطوس اطلع كمان بسلة عندي من الفريزر وهنا ببريكم الفراخ انا كنت شلت من عليها الورق الزبدة والورق الفويل وسبتها بقى هي كان انتخلت في سوا كامل فسبتها بقى كده علشان تشرب بقى السوس اللي فيها ده وتاخد الوش بتاعها جبت بقى هنا كده كبات اللبن دي وجبت البدوية وبضربهم بقى كده يعني بربوهم علشان احطوهم على الصينية بتاعت الجليش هحطوهم دلوقتي على الصينية بتاعت الجليش ويدخلها في الفل يدوبك كده اول بس ما تتشرب وهبدأ ان انا هحط لها الوش بتاعها انا كنت بقى في الوقت ده قطعت طماطم وقطعت فلفل وكان عندي زلتون مخلي برضو هحط كده على الوش لو مش عايزة تعملي وش بيزة ومعنديكيش وقت عادي ممكن تحطيها كده باللبن والبيض وتسيبيها وخلاص وهي هتاخد برضو وش حلوة قوي وهتستوي وتبقى زي الفل معيكي عندك حتة جبنة ومجزرين اللي حطي ما عندكيش برضو مش مش كده مش هتقول لقى بس الجبن بتطري الوش بتاعها شوية يعني في الحلة دي بقى كده حطيت حوالي معلقة كبيرة من الزبدة ونزلت عليها كده حوالي نص معلقة من الزيت وهنا دي كده بهارات صحيحة عندي عندي ليمون وقرفة عيدان واسمها ايه العيدان بتاعت القرونفل دي وكمان حطيت ورقتين لوري وجبت بقى هنا كده حوالي معلقة كبيرة من بهارات الكبسة وهحط بقى دلوقتي نص معلقة من الكوركم والكاري وهحط كمان رشة بسيطة خالص كده من الفلفل الاسود بس هي مجاتش معاكم وهقلب كل ده مع بعض وكنت غسلة عندي الرز وكنت نقعة شوية بصوا بقى الرز في طريقتين اما بتنقعيه وتحطي بعديها المعيار بتاعه نفس معيار الرز المصري اللي هو ويروز انواع الرز ما بيحتاجش الكبايتين بتوع المية مثلا اللي هو ضعف الكمية بيتحط له كباية نص بس ده اللي هو طويل الحب ده بس الرز اللي معي ده بصراحة كان نوع مختلف عن اللي أنا بستخدمه فطرع مقدر المياه في قليل شوية بس هزبطها يعني في الاخر طبعا لما بيكون قليل عادي ده بيتعليك لما بيكون كتير ده اللي ما بيتعليكش بقى هنا كده جبت جزرية هبشورها برضو مع الرز عادي تقدروا تشوحوها مع البهارات الصحيحة مفيش مشكلة بس أنا كنت نسيها اصلا فحطيتها في الاخر بتدي برضو طعمه وشكل حلو كده في الروز جبت بقى الحلة دي اللي هعمل فيها الخضار وزي ما قلت لكم دي مش الطريقة الصحة بتاعة الخضار السوتين الخضار السوتين مفروض بيتسوح على البخار علشان يحتفظ بكل العناصر الغذائية اللي فيه فانا علشان احافظ قدر الامكان محطتش بقى الخضار في المياه البرده قلت يا غلي كده على مهله لأ انا غليت مياه على النار وبعد كده نزلت فيها الخضار وبسويه على اهدى حاجة خالص علشان النار لما بتكون عليها بتخلي الاكل اللي عليها يعني يفقد اللقيمة الغذائية بتاعته بتتبخر حطيتها على نار هدي خالص وثبته كده مع نفسه حطيت له بس وحدتين من الكوب بس صيني وحطيت كمان وحدة ورقة لورة وخلاص كده مش حطله اي حاجة ولا ملح ولا اي حاجة ساعة التقديم بحط كده ملاحة فيها ملح وفلفل اسود اللي عايز بيحط طبعا بحط الرشة بسيطة يعني ساعة الاكل وكده لان هي بتتديره طعم احلى اه جبت بقى كيس المزاريلا مجهولت الهوية ده اه وحش جدا يعني ده علشان من السوبر موركت اه جنبي وكده ما بيبقاش فيه الانواع اللي هي الدومتي الحمد الانواع كتير اللي هي الحلوة اللي فيها المطة دي بيبقى حطين انواع كده اي كلام يعني فصراحة يعني بندفع فيها فلوس على الفوزي ملاش اي لازمة المهم انا حطاها لشان يمسك بس الوش بتاع الجلاش يعني الطماطم والفلفل والحاجات دي متقعش من على الجلاش لو مع لهوش جبنة مش هيمسك في الجلاش طلعت بقى هنا كده الصينية دي وديتها كده بالفرشة حطيت لها الصوس اللي هو بتاحته حطيته على الوش تاني علشان يطريها كده شوية ودخلتها الفرر بعد كده طلعتها تاني دلوقتي بقى هعمل لها حركة التدخين دي الحركة دي مستصحة برضو علشان عارفة ان في ناس هتكتب لي غلط الحركة دي مستصحة بس ده يعني بديل لطعم الشوية شوية علشان طبعا مش لسه بقى هجيب الشوية وولع فحمه الكلام ده وحبه في نفس الوقتي يبقى فيها طعم التدخين او الشوية فحطيت كده فحمية في شوية زيت ما يستحبش طبعا نحنا نعمل كده في الاكل لان هي مش صحة زي ما بقول لكم انت غرفت وما كنت استورت معكم بس ده كده كان شكل الاكل بعد ما خلص عايز اقول لكم بجد يعني الاكل كان حلو جدا جربوه هيعجبكم جدا بالطريقة دي وكمان يعني كثرنا بقى فيه روتين شوية بين الطبيخ والحاجات دي اكل حلو قوي وشكله كمان حلو تنسوش بقى لايك للفيديو اشوفكم فيديو جديد مع السلامة